اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التليفزيون المصري على جديدة النهاردة من برنامجنا الشعير اكلة امي اكلة امي النهاردة بساطة سهولة مرونة بنيديها للاطفال الحلوين اللي بيتابعونا وكمان عشاك البتزا اسئلة كتير بيجي على السوشيال ميديا البتزا بتنشف مننا البتزا بتبقى طرية مزاي بتاعت بر البتزا لما جيها سخنة بتبقى مجلدة تعالوا مع بعض نشوف ازاي اسرار عمل عاجلة البتزا وهنعمل التوبنج بتاعنا النهاردة فراخ هننحط الفراخ مستوية ولا نية على حشوة البتزا هنجاوب على السؤال ده عملي مع بعض ان شاء الله معنا كمان مجانج النهاردة هنعملها مقلية بدبس الرمان هتعجبكم برضو والاولاد بيحبوا يأكلوها بره سندوتشات احنا هنعملها النهاردة بشكل جديد وبطعم تاني معنا صلطة لطيفة جميلة ولادنا بيحبوا يأكلوها بره في المطاعم اللي فاس تفوت ولكن انا هعملها النهاردة بشكل جديد وتضمني الفليفر بتاعها اللي هي الفاصولية الحمرة داكنة اللون كلمتها الغذائية عالية جدا والبروتين اللي موجود فيها بروتين مفيد جدا مش عايز تقول لحضراتكم لانه فيه تفاصيل كتير في الحالة بتاعتي وفيه بساطة فيه سهولة فيه مرونة بتكلفة قليلة جدا ولكن لازم نعمل اكل يرد اولادنا الصغيرين والكبار قبل الصغار والصغار قبل الكبار خليط لحفاصل صغير اه تراحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل تعالوا شوفوا مع بعض خط سير العمل ازاي معانا صدور فراخ ومعانا البيتزا هنبدأ بتاعتنا لانه فيها شغل كتير الامانة محتاجين نسوي الفراخ بطرقة معينة ونعمل عجلة البيتزا وبعدين نفرتها وبعدين نفرتها سنها تتخمر حدوتة كده نحكامها مع بعض مادير البيتزا بالدجاج على الشاشة والاطراف محشية جبنة عشان حمادة والاولاد بيحبوا يأكلوها الاطراف محشية جبنة معانا دي تلاتة كوب معانا من الزبادي نص كوب زيت ربع كوب معلقة خميرة فورية رشة سكر رشة ملح عشان العجينة تتخمر معانا سريعا التوبنج بتاعنا طبعا سوز طماطم مخلوط بتومة وبصلة وزعتر وهنعملها بالفراخ مع فلفل وبصل وطماطم حسب الرغبة ولكن الزيتون معانا أساسي وجبنا المزرلة عنوان عجينة البنز تعالوا نبدأ نشتغل فيها مع بعض كده واحدة واحدة حلوة قبل كل حاجة أنا دايما بستغل كل دقيقة وكل ثانية في وقت البرنامج دي مادير عجينة البنز بكل تفاصيلها الخميرة والديق والزيت والزبادي عجلنا العجينة معانا بالشكل ده كده ولكن قبل ما عد النقطة دي والمحطة دي عايزة نوع عن حاجة مهمة جد يا أخوانا عجينة البنز يا سادة عجينة البنز بتختلف من بلد لبلد ومن مطعم لمطعم ومن بيت لبيت ومن ست طيبة لست طيبة لو اتنين بنات إخوات توقم مولدين في ساعة واحدة حلوة وهيعملوا عجينة البنز بتختلف اللي حطت مية زيادة اللي عايزها بالحليب اللي عايزها بالمية اللي عايزها تدخل زيادة عشو تبقى العجينة طرية اللي عايزها تعملها بزيت زيتون اللي عايز تعملها بزيت عادي حسب الرغبة حلو الكلام ولكن هي اساسياتها لازم يكون فيها مادة متخمرة اللي هو الخميرة لازم في العجينة البنزا لازم خميرة من غير الخميرة هتبع العجينة مكتومة ومجلدة متنفعش تبع عجينة بنزا حلو الكلام طيب انا عجنتها بتتخمر بالشكل ده كده مقادين العجينة دي بالزبط كده هم تلت كوبايات دي خدوا نص كوب من الزبادي ربع كوب من الزيت زيتون او زيت عادي مفيش مشكلة معلقة خميرة وكمان معلقة سكر ورشة مال عجلنا العجينة بتاعتنا احتاجت مية حطينا مية احتاجت حليب حطينا حليب الاضافة السائل حسب الرغبة حلو الكلام بس انا طبعا مش عايزة يعني اعمل العجينة واقعد اضيع وقت فيها وانه اقعد نشغل العجلة ده كل وقت بروعة الفاضي بدون ما نستفيد حاجة حلو الكلام هنخلي المقادير كده ورا كانين عجلنا العجينة مع بعض ولكن دايما تعجن العجينة بايدك افضل حاجة عشان تقدر تحسيها وترعفيها اذا كنت عايزة سوائل ولا حاجة كوامل العجينة بالشكل ده كده اهو ايه الحالوة دي شايفها العجينة طالعة في ايدي ازاي فرحان بيها اهو 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 تمسكها تعمل معك كده اهو مططية اهو اللهم صلى عنا بقاها بالشكل ده كده حلو اهو تمام دي مرحلة عدناها انا الشابة وشوية الدقيق وهنفرد بهم العجينة خلونا بقى نجهز الفراخ بيتزة بالفراخ لها قواعد ولها اسس الفراخ ما تتحطش نية على وش العجينة او على وش التبج بتاع البيتزة لازم الفراخ دي تستوي الاول فيه طريقتين للتسوية الطريقة الاولى لو انت عندك فراخ باقية من شوية ملوخية كنا عاملين فراخ ممكن نستخدمها عندك فراخ مسلوقة مسبقا ممكن نستخدمها عندك صدر فراخ زي اللي معايا ده كده تعال نشوفه نعمله مع بعض ازاي ونحضره ان احنا نحشيل البيتزة معلاتين من زيت الزيتون رشة زعتر جريئة الله اهو وناخد صدر الفرخة اللي لطيف ده كده نحضره ازاي نحضره بالشكل ده كده اهو بسم الله الرحمن الرحيم تعالى يا غالي اهو نحط عليه فصل توم حلو الشكل ده كده عشان يبقى فيه طعم ينفعش حط فراخ كده وخلاص يبقى فيه طعم تستعالي رشة ملح حلوة انا فيه زيت زيتون فيه زعتر انا عايز زيت الزيتون بتعم الزعتر واقولك على تركاية حلوة دلوقتي هتدعيلي انا كده بفرق السدر الفرخة بشوية ملح وشوية توم في ليفر زيادة شوية بحط دايما بحب البابريكا كده وفلفل اسود حلوة عمشيف اهو واخد السدر المحترم ده كده اديله صدمة نارية بالشكل ده كده اهو الله واخد الشيط السوس دول كده او التوابل دي كده اعطها كده اهو كزا معايا بقى عشان انا هنا ايه وصلنا لمرحلة الابداع مش ان احنا بنعمل بنزا وخلاص هنا الشغل لطيف وجميل بناخد البصريات الحلوة دي كده اهو حلو اهو ناخد الفراخ دي نقلبها كده دي مهمة جدا على فكرة فتح معنا نخليه كده اهو هشوحه كده ده مهمة جدا لغاية لما ياخد طعم البصلاية طعم التومة طعم الزعتر طعم البهارات بالشكل ده كده اهو بدأ ياخد لون ويتغير معايا حلو هخليه على النار كده البهريز نركزوا معايا في المعلومة دي كده اللي هينزل من السدر الفرخة ده بالتوابل بالبصلة بالتومة هستخدمه في التوبنج بتاع البتزا اللي هو صوس الطماطن اللي هو حاضر عندي وجاهز خلي بارك ده مهمة جدا اهو بالشكل ده كده اهو بعد ما بتحمر بالشكل ده وياخد صدمة نارية باعمل اهو مغازي باخد صدر الفرخة ده كده اهو الله اكبر زي ما هو كده اهو زي ما هو كده اهو وهدخله الفرن هدخله الفرن بالشكل ده كده يستوي اهو اكسب وقت انية واحدة واحدة عشان انا حابب اعملها بالفرخة النهاردة على اصولها صدر الفرخة هنا هيستوي مكان تحمير الفرخ تكزي معايا بقى معايا سوس طماطن اهو باخد ده كده عمشيف هنا الطعم بقى الطعم ده مش هتلاقي غير في بيتك وبس اهو الله الله عليك وعلى والديك اهو هلفهم كده شوية دول اهو هنا طعم الفلزة بتعمل فرخة شفت الطعم جا من اين تاني اشرح اللي من انا عملته ده لان انا نفرد العجينة فردناها قبل كده نحط عليها بصل وتوم حطنا قبل كده نحط عليها شرايح طماطن حطنا قبل كده نحط الزيتون وجبن حطنا قبل كده اللماء اللي انا بعمله ده ده الاول مرة علشان التركاية بتوصلك لمرحلة الابداع اللي احنا بديتكلم عنيها لانه كل بيضبخ دلوقت مكان تحمير الفرخ وخدت الصدمة النارية بالزعتر والتمة والبصلة والفليبر خدت الفرخ بعد ما اتحمرت وخدت لون وشكل حطتها في صنية ودخلتها الفرد خلاص هنساها لمدة عشر دقايق هاخد مكان التحمير ده كده صوص الطماطم اللي عندي واخده الفه كده زي الفل واخده تاني رجعه كده اه اصبحت هنا البتزا بتعام الفراخ بتعام التوابل اه حدا يعمل زيك كده لازم تتابع الشيف المغاز على القناة الاولى اه زي الفل هو ده هنعمل ايه بعد كده نفرد العجينة بتاعتنا واحدة واحدة مع بعض اه نخلي ده كده على جب ونفرد العجينة بتاعتنا يا مغازي مهم جدا بقى العجينة تاخد مرحلة تخميل اولى مرحلة التخميل الاولى اللي احنا عملناها دلوقت عجلناها مسبقا ونفرد العجينة بتاعتنا بيننا الشابة في صانية ارتفاحها لا يتعدى لتنين سنتي انا معا لما تيجي تعمل عجلة البتزا لازم الصانية بتاعتك تكون تقيلة ومتتعداش اتنين سنتي او سنتي ونص علشان شخصية البتزا تبان واطراف البتزا تبان ماينفعش اجيب صانية غميئة بتاعت البطاطس والفراخ اعمل فيها بيتزا خلي بالك اه هتبقى كيكة اعمل ايه افرد العجينة الحلوة دي كده بالشكل ده كده اه واحدة واحدة الله مصلى على النبي اه بسم الله الرحمن الرحيم نفرتها كده اه عزها ساميكة ولا رفيعة ولادك بيحبوها ايه؟ اسأل جوز بتحب البتزا ايه؟ الراجل يحس هنا يالله حلوة اهوة مخرجنا بيحبها رفيعة ومحشيها جبنة طهراما ان ايه انا تحشيها جبنة يبقى العجينة طبيعي لازم تكون ايه؟ شوية ساميكة تركاية التالتة الاولى ان احنا مرحلة التخمير بتاعت العجينة تركاية التانية الصلصة اللي انا عملتها مكان تخمير الفراخ دي العلامة بقى المميزة التالتة لما تفرد العجينة لازم تريحيها عشان تاخد الشكل الدائري بتاعها لانها كده هتخس خلي بقاها شفت تلاحظة لها تلمت ايه وقت اقطع العجينة بعد الفرد مباشرة لازم ترفعها من على الرخامة كده او البلانشة وتريحيها بالشكل ده كده هتلاقى خزت معاك نجي بصانية اللهم صلى عن النبي ونقطع على قد الصانية الطبيعي حط ورقة زبدة في ارض الصانية كده ونجي كده اهو الشكل ده كده ونقطع واحدة دبما انتا قلت الاطراف محشية جبنة يشيف هتعشيها ازاي ما انتا كده هتقلل من حجم العجينة لا اهкі أركز معايا هو ده هنق знакомي ما اعمل عام الشيف هنقطع العجينة بزيادة بزيادة يدي اشيف بزيادة اتنين سنتي اهو وزيب Unionاہ اهو هنعايز اعمل عجينة خالص اهو الاطراف محشية جبنة اهو 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 الكل. مهندس يا شيفة الله. هندسة. شكل دائري. اه. قولي كده الدائرة بتساوي نص القطر في ايه? كانوا يسألونا زمان. اه ده بي مش علمي? اه نص القطر في اتنين. بديك ايه? القطر بتاع الدائرة. خلي بالك. اه. يعني اتنين طه. هناخد هناخد الصنادي كده. العجينة كبيرة هي زي الفل. الماها كده. الماها كده. وناخدها بالشكل ده كده. اه. نخش كده اه. ونبدأ نشتغل فيها. اه. اه. الله عليكو على ورديك. اه. تمام. عايز اعمل الاطراف محشية جبن اريح العجينة كده. خلي بالك شفت خطوات العمل. اول حاجة سويت الفراخ. حطيتها في الفرن. وبعد كده يعني مش شيف. سوس الطماطم عندي جاهز. واخد الاطراف الزيادة دي خليها على جنب. اه. العجينة ده ما يترميش. تقدر تعمليه حاجات كتيرة. تعمليه فطاير. تعمليه بيتزا تاني. تعملي ميني بيتزا وتحطها في الفريزر. اه. حال. نجيب البيتزا. نجيب المزرلة بتاعتنا. اللي هنحطها. المطاعم بتعمليه بقى? هو ده الكلام. بتحط جيبنا وخلاص ما عندوش وقت الراجل وعنده اردارات والجو ده كده. انا عايزك بقى يبقى شغلك انت مختلف. ده المزرلة هعمل ايه? اخد عليها زعتر كده. ده زعتر بري. عاجبني. طعم حلو اواء على فكرة. خاصة مع الجبن والبشامل. زعتر ده. اهو. ما عندكيش ده حط زعتر يابس. بس ده موجود دلوقتي عند الراجل بتاع الخضار. ريحته حلوة اواء على فكرة. عامل زي نعناع البلد كده لما بعد ما تقط فيه. اطراف ايدك بيبار حطة زعتر لطيفة. خدت انا منه شوية. واقلبهم مع الجبنة كده. ده طعم يعني اهو. اللي انا عملته ده كده. وامسك الجبنة دي عميش شيف. في جبنة بقى عند الراجل بتاع السوبر ماركت. بتلاها موجود عنده. بتلاها جبنة مزرلة اصابع. اللي بيعملوها مقلية. احنا الصبح ملعنهاش عند الراجل. نلغي المنيو بتاعنا. يبقى مش الشيفي المغازي. خالص. خلي بالك انا بتكلم الصراحة. فيني حاج الجبنة? قال لي والله يا باشا. تعارف ان هي لسه ما جاتش. والعربية بتيجي الساعة اتناشر. في احنا الجوي ده طبعا ايه? معانا مش هيلفع. اهو. زي ما انا شغال كده اهو. اهو. انا عايزك كده. عايزة تعمل البيتزة دي لولادك. مش لازم اتخلي جوز يسيب الشغل. وانزل بقى في الشارع وجوه حر. خالص اهو. 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 اينية اهو. زي ما انا شغال كده اهو. الزعتر مع الجبنة. لو لفيتم مطاعم مصر كلها هتلاقيها حاطتلي الجبنة بس. اهو. انت حتى مع الجبنة دي زعتر بري. اهو. وحشيها كده وايه غزيها. اهو. شوفت الجبنة في الاطراف. اهو. طب دي مش هتفك كشيف منك? لا خلص اه. خلصنا كده? اهو. نجي في طرفي من الاطراف نعمل الحركة دي كده. معايا شباب معايا حبيبي اخواتي اهو. بس خلاص اهو. وناخد الطرفي ده كده اهو. واحدة واحدة. اهو. 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 شوفت انا بعمل ايه اهو? قلم البتزا قلم الجبنة وانزل بها كده اهو. واهم حاجة الحركة اللي انا عملتها ان انا قصيت العجينة بالشكل ده كده اهو. عشان تديني في الاخر برضو شكل ده اهو. المادية لسه هتتسبت تتخمر. خلي بالك. البتزا دي مش بالسهل يعني. اهو. في المتعم الكبيرة بتبقى جاهزة على كارت. متخمرة وجاهزة. اهو. اهو. والم كده عشان تبقى كلها شكل واحد. اهو. اه. شوفت اخر حتة زي الفل زي اول حتة اه. واجب باطراف ايدي كده. لميمها كده اه. مش هتخش الفرن يا غالي لسه. خليها زي ما هي كده. اهو. بالشكل ده كده. اعلم عليها باطراف ايدي كده. واسيبها تتخمر شوي. اديها شيف تقريبا عشر دقايق. تخمرة العشر دقايق دي بحط التوبنج بتاعي اللي جاهز عندنا. وابدأ احط الحشوة بتاعت ازا انا عايزة بالفراخ او باللحمة او بالسمك ايا كان. ولكن ازا بالفراخ ايما زي ما انا عملت من شوية. هنالك اطلع فاصل صغير وبعد الفاصل. التركاية الاخيرة لعمل بيتزا. محشية الاطراف جبنا. والتوبنج بتاعنا او الحشوة بتاعتنا فراخ او اتروحوا بايد تابعوني بعد الفاصل. مرجح لحضراتكم بعد الفاصل محلك سرك يا بو الشيف. مع انا سدر الفرخة. شكله رطيف وجميل زي ما هو كده اهو. شفت بقى التحميلة دي مهمة اهو. بسكت الفراخ سويتها طبعا. لو طلعت معك بالشكل ده حلو. مخرجة بيستعجلنا. بيقول لي عايزة اشوف الفراخ اهو. خدت اللون خدت الطعم. الشرايح دي مطلوبة. عادي نحطها سخنة بردة ما فيش مشكلة. اه. الله عليك. بقيت تاكل كده مش محتاجة حشوة خالص خلي بالك. زي ما هي كده خليها. خلي بالك اه. معنا التوبنج بتاعنا. بناخد من الصلصة الحلوة دي كده اهو. انا من الناس لما باكل بيتزا ما بحبش الحشوة كتير اللي هي الطماطم. وليلة جدا. عشان استطعم البيتزا. انما لو كلها طماطم ما بستطعمهاش. خلي بالك اه. بيتزا بالدجاج الاطراف محشية جبن. تعمليها لولادك بدل ما تشتريها من بارة. حلو. دول كفاية اوي. خليني ايه زيكو كده. معانا عمشيف. كزي بقى هنا. فلفل. بصل. طماطم. اللي ات حبيها. البعض عايزة بالفراغ بس حسب الرغبة. اه. السكينة بتاعتنا. معانا من الفلفل اللي اخدر ده. حلو. بروس الفلفل كده. معانا بصل. اسئلة كتير لغاية دلوقتي على السوشيال ميديا. شيف مغازي. عايزة ااكل بيتزا بالفراخ من ايدك. الفراخ عندي. تركاية. ايه اللي انت عملته جديد النهاردة. الفراخ اتحمرت بشكل لطيف وجميل. شفناها مع بعض. بعد ما اتحمرت. خدنا البهريز اللي نزل منها. حتى نعلى السوس الطماطم. عشان كده السوس الطماطم اللي موجود مع البيتزا دي. طبعا مش هتلاقيه غير عندك انته بس. مم? فلفل احمر. اهو. الولاد بيحبوا عليها فلفل احمر اهو. اعط الفلفل احمر. مش رايح دي كده اهو. السؤال جانا على السوشيال ميديا. شايف مغازي. الجبنة بتجلد. قبل ما البيتزا تستوي. بتلاقي الجبنة حمرت. اجي اجي اكل البيتزا وتطلع من الفرن. بتلاقي الجبنة نشفة. اولا بتبقى نواقية الجبنة مش لطيفة اخلي بالك. معنا زيتون اول. يا راك في الصورة دي يا فاروق. انا عارف انك بتحب الالوان. حبيبي. اش معايا. يا شباب. حاضر. لغيني. ايه ماشي. زعايا. بديني كده. بديني حنية. اهو. خلاص ده مانا تسوية الفراخ انا ما عنديش اي مشكلة. خلي بالك. اه. عايز ان نحط مشرب نحط حسب الرغبة. اه. الله عليك. درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين. لسه ما خلصتش. نزبر على رزقك يا عم الشيف. حلو. او عندي شوية زيت. شوية زعتر. بكزة في التركيا اللي جامدة دي هتعجبك او على فكرة. اه. عندي جبنة موزارلة. بخطة بحطها. نزود الجبنة شوية كمان. ده اختياري برضو. انا بحب الجبنة زيادة. على وش البيتزا. حلو. بجيب شوية زيت زيتون. وشوية زعتر. التركيا دي نعملها مع بعض دي مهمة جدا على فكرة. هتعمل ايه عم الشيف? في الطبق ده كده. ده المطبخ ودي زيت الزيت ودي الزعتر بتاعنا. طبعا مستحيل محل بيت زي عملك اللي انا بعمله ده. خالص. سنة بابريكا. ونقلب دول كده. شفت الجو ده كده زعتر وبابريكا. زعتر وبابريكا. حل? بالفرشاية بتاعتنا. شفت الجو ده كده? اهو ده. خلص. او هتجيبي بيت. ولا سيرة للبيت هنا هزعل منك. تقوليني الزفار بيضة وبيض بيضة والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. مالوش مكان بيننا الزفارة على طول هنا. هتركب البيتز. اه. اللي انا بعمله ده مهم جدا. اه. اه. اهو ده. ولا اه. هتلاك جبنة المزرلة جوه مع شي ايه? زعتر. اه. البتزة بالشكل ده عم مش شيف. سهلة وبسيطة. احنا فاكريني الموضوع صعب. اهو. ولا هتلاها في محل بالشكل ده. ولا بالتكنيك ده. اللي جاي متأخرة وبتفتح التلفزيون دلوقتي. المغازة حمر اطراف البتزة ازاي? زعتر وبابريكا وزيت. حلو قوي. زي ما هي كده? اه. درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين. درجة حرط الفرن عندي مية وتمانين. في حاجتين مهمين جدا. يا اما ان انا سيبها برا كده لمدة عشر دقايه. قبل ما ادخلها الفرن. هتطلع معاك نفشة. نفشة وزي الفل. وعجينة هشة. يا اما ادخلها الفرن دلوقتي. واخلي الفرن على درجة حرارة مية وخمسين او مية واربعين. تاخد سواها العادي. فالاختيار ليك. اه. الفرن اوت. مكانها فين دي بقى? حد يقول لي بقى. حد يقول لي خالص. لا 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 لا. ويحمر لي مين? وزيستوي ازاي اه. ادي عجلت البتزا في المكان ده. في ارضيته الفرن. ايه الصورة الحلوة دي? والصورة من داخل الفرن بتتكلم مصر. بيتزا اطراف محشية جبنا بالدجاج. تعالوا مع بعض نعمل مجانج. هعمل المجانج دي يا مغازي. هعملها مقلية. بدبس الرمان. مقادرها على الشاشة. مجانج على شكل هرم. فراخ او لحمة حسب الرغبة. ولكن لو عملناها بدبس الرمان يفضل ان هي تكون لحمة. معانا دبس الرمان. وشوية توم حلوين. بصلايا حلوة. فلفل حار. فلفل بارد زي ما انت عايزة ما فيش مشكلة. نضافة مطبخك اول بول. ده اهم حاجة. اهم من الشغل. عشان نعرف نشتغل مع بعض. بالشكل ده كده. حلو. شوفنا المقدير مع بعض. تعالوا نشوفوا نعملها بعض ازاي. فطاصة على النار. طاصة شديدة الحرارة. الله ايه. زي الفل. ومعانا زيت. شديد الحرارة. حلوة او. بنحط شوية زيت زيتون هنا. وناخد المجارج بتاعتنا الحلوة. ولازم لما تجي تشتريها يا اختي. تشوفوا تاريخ الصلاحية اللي موجود عالكيس لان دي تجي مغلفة. لحمة بردة يعني. ولازم التبريد بتاعها يكون تبريد عالي وانتي بتشتريها تشتريها من تلاجة فها تبريد عالي لان الحاجات دي لازم نحط في الاعتبار نعمل عليها كنترول عشان ما تحصلش مشاكل. حلوة الكلام. بنجيب بصلاحية حلوة زي دي كده. بنقطحها كارهات. مع زيت الزيتون. بصلاحية لوحدها اه 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 ايه ده ايه ده اه 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 زي ما عايزها حارة. معانا فلفل حار. انا بحب المجانك حارة. يا لا اسمي تاني طبعا السوسيز بس بيبقى اكبر شوية او هدج. نفس الشاكل بس بيبقى على حاجة بكبير شوية اه. ده الفلفل الحار بتاعنا. شوية زيتون حلوين. يسلب ايدك عم الشيف. زيتون اخضر بقى زيتون اسويت زي ما انت عايزة. حلو. ونحمر كده زي ما احنا شغلين مع بعض. شوية الزعتر الحلوي. مع دبس الرمان الحدوتة بتكمل. اه. شوفت التحميلة دي. لازم بصلاحية تاخد لون. اه. ناخد المجانك بتاعتنا الحلوة. تعالي يا حلوة. زي ما هي كده. اه. بقطع الواحدة نصين. بالسكينة. اه. تروح المطاعم عندي مجانج بلدي بدبس الرمان. يجي لك الطبقة فيه خبس ست وحدات مع قطعة من الخبز. بيندفع فيهم مبلغ وخضر. انت هتعملي دلوقتي حلت مجانج مقلية بدبس الرمان بايدك الحلوة بجد. وهتعملها كل يوم لانك تعلمتها مش شيء في المغاز. ده وزماري. اه. في قلب الطاصر. ناخد المجانج الحلوة اللي قطعناها دي مع بعض. وعندي زيت. اه. هو ده اه. بخطك كده في قلب الزيت. يلا مع السلامة. تحميلة حلوة. اه. حلوة اه. روى الدنيا با عشان عندنا الصلاة عايزين نعملها. عالرواءان. هعمل صلاة الفاصولية الحمرة. مع حضراتكم كده. تشوف مقدرة. قول لي عايز تشوف ايه وانا خليك معاك انا. هتشوف المجانج ولا تشوف البتزا. ولا الفاصولية الحلوة اللي عاملها دلوقتي. اه. برواء مطبخي اول باول زي الفل. طبيعي. هنشتغل يبلازم المطبخ رايق. عشان عايزين نغرف الاكل بتاعنا. مادير الفاصولية الحمرة على الشاشة. فاصولية صلطة على الشاشة. اه. المادير على الشاشة. فين دبس الرومانيا شيف? الله مصلى على النبل. شفت البصلية دي مع الزيتون? الطاصة وجبنا الخلاصة اه. كل السر في الطاصة. الزيتون ليه مش يسود الزيتون? انا عايزه اخضر. عشان فيه دبس الرومانيا يتحط. هيبين جماله ودلعه اه. وتجيب الزيتون الخالي من النوى اللي مكانه بيبقى فيه جزر. اه. ناخد المجانج بعد تحميرها. بالشكل الجميل الحلو لحضراتكم بتشوفو دلوقتي حالا اه. 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 شفت الجو ده كده اه. يلا. فرسان التليمزيون المصر لأساز المصورين الحبيبة. العب اه 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 اه. على فين? على فين اه هو ده. اه. ننزل بها على النار. دبس الرومان بتاعي. تكلها برا كده مستحيل طبعا. اه. ممكن تكلها بطعم تاني بشكل تاني. بس في الحلاوة والجمال ده والارماشة دي. ودبس الرومان نازل يتناغم. بيحكي. لبناني بخف الدم مصرية اه. طبق الجميل الحلو ده كده بسيبه على النار. كرمالة البصلية مع التومة مع الرزماري مع الزيتون. غلوة دي على النار اه 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 كده زي الفل. تمام. هنعمل شيف. نجيب طبق للتقديم. طبيعي. طبق حلوة كده. لطيف يستاهل. الله هو ده. يلا. يلا نغرف المجانج مع بعض. اه. مش محتاجة ملح ولا اي حاجة خلزي ما هي كده. مخرجنا فرسانة بزول مصر اه. مجانج مالية بديبس الرمان. في ليفر وطعم. اه. 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 خلونا طبعا بعد ما نشوف شكل المجانج وجمالها ودلحها. في الطبق كده. نستنية لعيش المرجوج او خبز الساج. او الخبز السوري المسمى بتاعه. او العيش البلدي بتاعنا. او شوية رز ابيض بفيش مشكلة. عشان ولادك بيحبوا معها الرز. هناخد بعدنا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعض الفاصل. نشوف صلطة جميلة. هنعملها حلوة. صلطة الفاصولة الحمراء. ونشوف البلدزة بتاعتنا نهايتها معانا فين. او تروحوا بعيد تامعوني. بعض الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل محلك سرك يا مشيف معانا فورسانة ريفزول مصري. بوجد لهم الشكر والتحية. لان بصراحة انا في الاكل وبشم ومتعود على كده. انما زي بقول مصور يشب الريح الحلوة والشكل الحلو. الطعم الحلو ده هو ولا بي ولا عليه. واقف راجل بشوف شغله مع كاميرا رطيفة جميلة صورة حلوة. ودايما يقول لك في الصحافة الصورة الحلوة بتاعني وتغني عن مليون كلمة. هي الف كلمة في علميا. بس على شاشة القناة الاولى مليون كلمة. حلو الكلام نفتح الفرن. افتح يا السمسل هو ده. لا 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 لا. طلع حمل فرن? قل اه اه اه. عاضر. الله ما صلى على النبي. دجاج مستوي. جبنا ساحت. كل حاجة حلوة ممكن تدور عليها تلاقي هنا. حلوة اولا. طبقة السلطة بتاعي اللي هعمله دلوقتي. السلطة بتناسب الطبقة بتاعي. بناكل بيتزا بناكل الفراخ. في بعض المطاعم المشهورة بنلاقي في اه 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 تلاجة الصلطة انواع من الصلطة كتير. منها صلطة الفاصلية الحمرى. ميادرها على الشاشة. نشوفوا الميادر بتاعتها بسيطة وسهلة. الفاصلية حمرى زي ما هي. وبصل جوانح. ومعانا طبعا شوية بقدونس حلوين زي الفل. والتوم طازة. وشوية فلفل. هنقطعهم جوليان نعمين على الفاصلية بتاعتنا. ومننساش زيت الزيتون ده اساسي. ميادر بسيطة وسهلة والطعم بين ايدينا. حلو قوي. حاضر اهو ريكي جبنا سايحة جوة بعد ما نخلص دلوقتي. حلوة اهو. طب تعالوا بعد نعملها. اشتغل يا شباب. يلا. حلوة اهو. باخد الفاصلية الحلوة دي كده. واخد العود البقدونس الحلو ده كده اهو. واحط الفاصلية كده. تمام. دي علب. اسلوي فاصلية حمرى يا مشاهدة دقيت لك مشتل. ما قلت ليش ليه من مباري حشيف. هو ده الكلام. الطبيعي. ان الفاصلية زديت السلة. تنقعها من بالليل. وتاني يوم الصبح. تصفيها من ميت النقيع. تحطيها في حلة على النار. بماء جديد. حتى الغليان. بعدين تهدي النار عليها كأنك بتسليه بفول مدمس. حلو. انا جيبتي دلوقتي قاعدين نعناع حلوين. مع البقدونس بتاعنا اللي كان في الفاصلية. وهفروفهم وهفرومهم بطرف السكينة كده. على الفاصلية بتاعتي اه. ورق البقدونس مع ورق النعناع. اكيد هيكون فيه انسجام حلو قوي. يودينا المدرسة التبولة. اه. حلوة. تمام. فاصل تون محترم. بالشكل ده كده. بص الله يا مفروم يا ناعم. حلوة اه. عصير الليمون. زيت زيتون نوعية كويسة. وزيت الزيتون بديها لمعة. خلي بالك. فاكسر منه. اه. معانا فلفل حلو. اخدر منه احمر. اه. زي الفل. باخد الفلفل ده كده. اقطعه كاريات صغيرة. بالشكل ده كده. بيدي طعم حلو. فيتامين سي موجود فيه. السكريات برضو كويسة. بناخد زي ما هو كده. حلو. معانا كمان فلفل حار لو انت حبه ما فيش مشكلة. معانا فلفل حار اه معانا اه. وده اختياري لتسأل اولادك قبل ما تحطيه طبعا في السلطة. سواء بتعملي اي نوع من اروعة السلطة. دايما هتحط فلفل حار اسألي ضيوفك اسألي جرالك حبيبك اللي هيكله معك عشان يبقى الاكل على زقهم. حلو. كل ده مع بعض يا شيف هنقلبه. زي الفل. السلطة دي جميلة جدا. اه. قلبناها. مع التوم مع زيت الزيتون مع الفلفل الحلوة اه. دي غير بتاعت برا. دي انت اللي عاملها بايدك. الماتيريا اللي بتاعها وبكوناتها اللي ولادك بيحبوها. بيحبوا معاها دورة حط دورة. بيحبوا معاها خاص كابوتشة حط خاص كابوتش. بيحبوا معاها فاصولية خضرة مسلوة حط فاصولية خضرة مسلوة. السلطة الحلوة دي عشان تكليها. على فكرة لازم تحطها في التلاجة ساعة زمن. بس تشوفي المغازة يعمل تركاية هنا. دي حصريا معانا وبس. ايه هي؟ بالمعلقة كده. اسات زيت المصورين حبيبي. وهجبس كابسة كده. ايه الكابسة دي الشي. ايه اللي بتعمله ده. دي شاوت مطبخ سمعنا. انا باخد تقريبا. عشرين تلاتين حبة. باهرسهم كده. بيدوني الطعم والفريفر اللي جوه الفاصولية. شفت الجو ده. شفت التركاية دي كده اه اه. انا عايز دول بقى. هم دول اللي انا عايزهم. دول اللي بادور عليهم. ونقلب الفاصولية بهم كده. هو ده. شاوت مطبخ دي اه. هيفري ايه الموضوح هنا. ده بيده شخصية. اللحم بتاع الفاصولية. وبطن الفاصولية. وقلب الفاصولية. انسجم مع حبات الفاصولية. فاصبح لها قوام ولها شكل. مش شكل. اعمل لي بس التركاية دي وانا اقول لي بعد كده هتشوف ايه. اه. هي مش حاجة يعني صعبة ولا حاجة. هناخد الطبق ازا ده كده. ونغرف الطبق الفاصولية بتاعنا. لان الطبق ده لازم بمثابة لوحة فنية. زي ما قلت دايما. تغرفي طبق صلطة. بتعملي طبق صلطة. ايه المشكلة لما تعب عليه شوية في الغرف. هيعجب ولادي. هيعجب ضيوفي. وهيبقى حديث السفرة. بالشكل ده كده. الله. هلفة هنا وشيفة ليه اللي ياكل. بتنسيش تركاية بتاعت هرس الفاصولية. او انك انت تدوس عليها بالشوكة او بالمعلقة. عشان تقلبيها كلها مع بعضيها وتبقى كلها نسيج واحد. طبق الصلطة رهيب جميل. بيتكلم مصر. اخوانا في المكسيك. وحبا يبنى في المكسيك من عشاك الطبق ده. خلي بالك. وياكلوه مع التاكو. اللي هو عيش الضرة. الصلطة كده زي الفل. قول لي عايز ايه يا غالي. انا معاك. عايز تشوف تشوف العجنة اللي جوه حاضر. انية. انت طبعا وقتك لسه بخلص. ولولوقتي خالص دلوقتي هتقول لي خلاص يا شيف. الله عليك. فعايز تعزبني. وانا معاك يا فاروق. وعايز شوف الجبنة ساحة جوة لا. اعمل ايه? قل لي. وعايز الجبنة. طيب ما انا عايز اعطالك حتة وعايز الجبنة. حاضر. اللي هنجيب سكينة حلوة كده. الله مصلى على النبي. اه. بسم الله. ناخد كده اه. سميك. سميك. اه. فيك الجبنة اه. وزاهر. اه 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 اه. شو عود اه اه ده. دي التفاصيل اه اه اه. اه التفاصيل اه اه. تفاصيل اه تانية طلحها اه. جوه اسحب عليك كده اه اه. شوفت جبنة اه؟ الله مصلى عندي اه. جبنة سيحة جول عجينة. اه عايز اشوفت جبنة سيحة ولا لسه. زي الفل. تكون لها ويها سخرة بألف انا وشايفة. على هيتها النهاردة وتفاصيلها النهاردة بسيطة وسهلة نقدر نقول في الماتيريال في متناول الجميع مجانج عملناها بدبس الرمان مدرسة المغازي بيتزا محشية جبنا الأطراف وبالدجاج أرفنا التركاب بتاعت تسوية الفراخ دي مهمة جدا على فكرة قبل ما حطها في الحشور بتاعت البيتزا عملنا صلطة جميلة ولادنا بيحبوها بيحبوا يأكلها برا صلطة الفصولية الحمرة ولكن حابب تعملها بأيدك لأولادك هيكون لها طعم تاني ومزاق تاني رؤية فن إبداع بتشوفوا كل يوم عشيشة القناة الأولى والفضايا المصرية بساطة وسهولة كلام ده منين يا شيف من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر